اشتركوا في القناة وفي الجهة نظيره الشهداء وسيواجه فريق الارجنتين وفريق الفاضل فيما يختتم الدور ربع النهائي بمباراة الاهل مع اتحاد حيش وفي تصريح للحكم السوري عبدالله رحوم احد مشرفية البطولة قال ان المنافسات عادت النشاط الرياضي في المدينة وكانت بمثابة عودة الروح للرياضيين ومحبي كرة القدم وذلك بعد توقف النشاطات الرياضية منذ ثلاثة اعوام حيث لاقت البطولة اقبالا كبيرا من الفرق المشاركة واعادت الحياة الى المدينة بالرغم من تعرض الملعب للعديد من القدائف بسبب موقعه المتاخن لمعسكر وادي الضيف في ريفي ادلب هناء اللعب السوري عمر السومة محترف الاهل السعودي هناء جمهير فريقه عقب الفوز للفريق الثمين وبهدفين لواحد على ضيفه ناساف كاراتشي لعزبكي في الجولة الثانية لمباراة المجموعة الرابعة في بطولة دوري ابطال اسيا للكرة القدم وقال السومة الذي احرز هدف التقدم لفريقه قال ان لقب هداف اسيا يجعلني اقدم كل ما لدي لخدمة الفريق وللحصول على هذا اللقب اتمنى ان اوفق وان اسجل المزيد من الاهداف في الجولات المقبلة للمساهمة في تحقيق انجاز للفريق وانجاز شخصي ايضا في سياق المتصل وبعد 12 عاما تذوق السد اخيرا طعم الانتصار على الغريم السعودي الهلال انال ثلاث نقاط دفعته للقمة منفردا في المجموعة الثالثة من المسابقة القرية وقال مدرب السد المغربي حسين عموتة بعدما سجل خلفان ابراهيم خلفان هدف الفوز الوحيد للسد بملعبه استاد حمد بن جاسم في الدوحة كانت المواجهة في غاية القوة بين الفريقين لكن الساد اثبت انه الافضل خلال المباراة على المستوى الهجومي من اسيا الى القارة العجوز وتحديدا انجلترا حيث اقترس تشولسي بطل كأس الرابطة ثلاث نقاط صعبة من نظيره وستهام على ملعب ابتون بارك يعزز بها صدرته بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدولة الانجليزية الممتاز لكرة القدم واحرز هدف تشيلس الوحيد ايدن هازارد في الدقيقة الثانية والعشرين بينما واصل ارسنال سلسلة تعرضه الجيدة بفوز صعب خارج ارضه على كوينز بارك رينجرز بهدفين لواحد تقدم الجنرز بهدفين لأولفيا جيرو وأليكسي سانجلس في الدقيقتين الاربع والستين والتاسعة والستين قلصت شارلي اوستن الفارق بهدف لكوينز بارك في الدقيقة الثانية والثمانين بهذا الفوز حققت كتيبة ارسنفينجر انتصارها الرابع على التوالي ليرفع ارسن الرصيدة الى 54 نقطة وانقذ تيمي كرول حارس نيو كاسل خصمه مانشستر يونيتد من ورطة حقيقية وذلك عندما صنع هدف الفوز لضيوفه بالدقيقة قبل الاخيرة عبر اشلي يونج فيما واصل ليفربول صحوته الايجابية في 2015 وحقق فوزا سهلا على ضيفه بيرلي بهدفين نظيفين الى بطولات الكأس نستهلها من اسبانيا حيث تاهل برشلونة الى نهاء كأس الملك بعدما كرر فوز على مضيفه فياريال بثلاثة هدف لهدف في اطار ايام الدور نصف النهائي على ملعب المادريغال احرز ثلاثية الكتلان البرازيلي نيمار دا سلبا هدفين في الدقيقتين الثالثة والثامنة والثمانين والأوروغياني لويس سواريز في الدقيقة الثالثة والسبعين بينما جاء هدف الغواصات السفراء الوحيد عبر جون فاندو سانتوس في الدقيقة التاسعة والثلاثين ليتأهل البرشل لنهاء المسابقة بعد تفوقه بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بستة اهداف لهدفين وليضرب موعدا مع اتلاتيك بيلباو الذي بدوره تخط عقبة ضيفه اسبانيول بهدفين نظيفين بعد ان تعادل ذهابا بهدف لمثله من اسبانيا إلى إيطاليا حيث نجح نابولي حامل اللقب في تحقيق تعادل مهم مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله في اللقاء الذي يقيم بين الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما في ذهاب نصف النهائي لكأس إيطاليا وفي انتظار حسم اسم الفريق المتأهل المباراة النهائية الشهر المقبل عندما يلتقي الفريقان في ملعب سان باولو بمدينة نابولي لمواجهة الفائز من يوفينتوس وفريونتينا لذاني سيلعباني في تورينيو لقاء الذهاب وبالعودة للمباراة فتتح لاتسيو التسجيل عبر لعبه المخضرم الألماني ميروس لاوفي كلوزي في الدقيقة الثالثة والثلاثين وتمكن رعب نابولي مانيولو جابيدياني من إدراك التعادل في الدقيقة الثابعة والخمسين في ألمانيا حجز المتصدر بوندسليغ بايري ميونيخ حجز عن جدارة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكاس بعد فوزه بثنائية بيضاء على أنتراكت براونشفينغ وهي نفس النتيجة التي منحت بورسيا مونشيد لاتباخ تجاوز دور الثمانية أيضا وجاء الهدف الأول للنادي البافاري في الدقيقة الخامسة والأربعين عبر مدافعه ديفيد ألبا وعزز ماريو جودزي نتيجة لفريقه في الدقيقة السابعة والخمسين وفي المباراة الأخرى تجاوز بورسيا مونشيد لاتباخ مضيفه المتواضع كيكرز أوفن باخ متصدر دور الدرجة الرابعة بهدفين للا شيء أحرز أول أهداف مونشيد لاتباخ ماكس كروزي في الدقيقة الثانية والخمسين من ضربة جزاء قبل أن يضيف باتريك هارمان الهدف الثاني قبل النهاية بسبع دقائق وبالتالي اكتمل عقد المتأهلين لدور ربع نهائي من بطولة كأس ألمانيا بتأهل باريم يونيخ وبورسيا مونشيد لاتباخ وكان قد سبقهما كل من أرمينيا بيلفيلد وفولف سبورد بعد فوزهم على فردن بريمين ولايف بيتش بثلاثة أهداف لواحد وبثنائية نظيفة على الترتيب من ألمانيا إلى فرنسا حيث تمكن باريسان جرمان وصيف الدور حاليا من كسل مسلسل التعادلات مع منافسه موناكو أخيرا بعدما نجح بالفوز على ضيفه بهدفين نظيفين على ملعب حديقة الأمراء بارك تي برانس في مباراة الدور ربع نهائي لبطولة الكأس سجل البرازيلي ديفيد لويز هدف فريق العاصمة الفرنسية من ضربة الرأسية في الدقيقة ثالثة وأضاف الأوريغويني أديسان كافاني ثاني أهداف فريقه في الدقيقة الثانية والخمسين في مباراة ممتعة ومثيرة تأهل من خلالها فريق العاصمة الفرنسية للدور نصف النهائي من البطولة 2022 موعد مونديال قطر لكنه أيضا موعد دورة ألعاب الكمون وود المزيد من الأخبار والتفاصيل في سياق التخرير التالي بدايتنا مع مراسم تسليم مدينة ديربن في جنوب أفريقيا رسميا لملف استضافتها لدورة ألعاب الكمون ويلث لعام الفين واثنين وعشرين وقدم فريق ديربن ملف الاستضافة إلى رئيس اتحاد الكمون ويلث الأمير عمران أحد أفراد الأسرة المالكة بماليزيا وذلك في احتفالية استضافها منزل رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن وتسعى ديربن لتكون أولى مدينة أفريقية تستضيف دورة تشمل رياضات مختلفة كما أنها المدينة الأولى التي تتقدم رسميا بملف لاستضافة دورة الفين واثنين وعشرين حتى الآن وستقوم لجنة التقييم التابعة لاتحاد الكمون ويلث بدراسة ملف المدينة وسيتم الإعلان عن الفائز باستضافة الدورة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة بالاتحاد والذي يعقد بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا في الثاني من أيلول المقبل وترجعت بعض المدن العالمية عن قرارها بالتقدم بملف لاستضافة الدورة ومنها أدمنتون الكندية والعاصمة الإنجليزية لندن بسبب مشاكل مالية بينما أكد القائمون على ملف ديبران أنها جاهزة للإصضافة بما تملكه من بنية أساسية تشمل الملاعب ووسائل المواصلات والمرافق وغيرها ونتحول إلى البيرو حيث أعلن اتحاد كرة القدم هناك تعيين الأرجنتيني ريكاردو جارسيا مدربا للمنتخب الوطني لكي يقوده خلال بطلة كوبا أمريكا والتصفية المؤهلة لنهايات كأس العالم المقبلة 2018 وصرح جارسيا قائلا إنها مسئولية ضخمة وأقبل التحدي وأنا سعيد مع علمي بأنها مهمة صعبة لكنها لن تكون مستحلة عندما تكون لديك كل هذه العناصر التي يمتلكها الفريق بالفعل وهو مدفعني لاتخاذ القرار وستكون أول تجربة يخضها المنتخب البيرو في مباراة ودية أمام فانزويلا في ميامي في 31 من أذار الحالي وستلعب البيرو في المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 11 من حزيران المقبل مع منتخبات كولومبيا وفانزويلا والبرازيل ونختتم جولتنا من هولندا حيث دشن ميكايل فانبراك رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم دشن رسميا حملته للترشح لرئاسة الفيفا حاملا معه مقترحات جديدة ومختلفة في عالم كرة القدم وخلال مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة قال فانبراك البلغ من العمر 67 عاما إنه يرغب في أن يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لفترة واحدة فقط مدتها أربع سنوات وتعهد بأن تكون التكنولوجيا الحديثة خلالها سمة من سمات اللعبة الشعبية الأولى كما كشف فانبراك النقاب عن اقتراح بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 إلى 40 منتخبا مع ضمان مشاركة كل من البدد المضيف وبطل كأس العالم في الدورة السابقة يشار إلى أن انتخابات رئاسة الفيفا ستجري في 29 من أيار المقبل إذن بعد جولة على بطولات الكأس في أوروبا نهائي الكأس إسبانيا سيكون بين فريقين الأكثر تتويجا باللقب برشلونة ووصفه أتلاتيك بالباو من عدد الألقاب طبعا نتكلم لكن أعرج سريعا على مباريات في دوري أبطال آسيا مواجهات عربية آسيوية خليجية متكررة كلكت لليوم الثاني على التوالي بين السعودية والأندية القطرية وبالأمس فوز السد على الهلال قبلها بيوم كانت عادل بين الإخوية والأهلي إذن شكرا لكم بنهاية أخبار رياضة شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة على الزميلات لاستكمال مشوار جولة الصباح تفضل بصباح عافية مع نهاية أسبوع سعيدة إنه لكم شكرا لكم شكرا لكم